وتحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي عقدت فعليات المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من الثاني عشر إلى الثالث عشر من فبراير بمشاركة وزراء وعلماء ووفود على مستوى العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من خمسة عشر وزيرة للأوقاف والهيئات والشؤون الإسلامية من أنحاء العالم الإسلامي ووفود من خمس وسبعين دولة انطلقت فعليات المؤتمر الدولي الثاني وثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي بهدف ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم وإحياء القيم الإنسانية المشتركة الإسلام نهى عن الإكرار في الدين وجعل الإكرار في الدين مرفوض لا إكرار في الدين والحقوق بين الجميع متساوية ومتوازية لهم حقوق وعليهم واجبات وهذا المؤتمر في هذا الوقت ينص على ذلك ويحاول أن يظهر ذلك إلى الجميع وأن يبين أن المواطنة للجميع ونحن نتمنى من هذا المؤتمر أن يدعو إلى التماسك من قبل سائر أفراد المجتمع وسائر أطيافه من مختلف المعتقدات والثقافات إلى الحفاظ على القيم الإنسانية والمفاهيم السليمة التي تركها الآباء من احترام الكبير والعطف على الصغير ويتضمن المؤتمر عدة محاور أهمها تطور مفهوم الدولة قديما وحديثا من منظور إنساني وعقد المواطنة بين الحقوق والواجبات والتسامح الديني ومكانة المرأة في الدولة الوطنية وعقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي بالفعل هذه الموضوعات نحن نحتاجها ونتطرق إليها بين الحين والحين من أجل أن نرسل رسالة سلام إلى العالم كله أن الدين لا يمكن أبدا أن يقام فيه بعيدا عن الأوطان وأن الأوطان هي جزء من الدين نحث المجتمعات بأن يكون هناك مرتبط بين المواطنة الدولة المواطنة وللمحافظة على المشتركات الإنسانية وفي بناء التفاهم والتعاون الداخلي في كل دولة بغض النظر عن الانتماء المذهبي أو الانتماءات الأخرى مواطنة مهم جدا اليوم ومفهوم المواطنة يجب أن نفهم بمبدأ وبإطار الدين الإسلامي والمسيحي لأنه بمفهوم المواطنة أنا برأيي نقدر نؤمن الحقوق كل فرد في مجتمعنا تنمية ثقافة المواطنة لدى الناشئ مسؤولية تقع على عاطق المؤسسات التربوية والتثقيفية ومن هنا كان دور المؤتمر للحفاظ على المثل العليا عند جميع الأمم ومختلف الحضارات أحمد الحسيني التلفزيون المصرية